بيت وصالح كلمين عن هذه المسرحية طبعا هي إنتاج بين غانم الله يرحمه غانم الصالح وعلي البريتشي وحسين الصالح الله يرحمه الله يرحمهم ثلاثتهم غانم بعد الله يرحمه وعلي البريتشي وحسين الصالح ونفيسي كان معهم نفيسي كان معهم لكن أعتقد كانوا شراكة مع بعض كانوا شراكة وهم قرروا أن يعملون المسرحية طبعا أول مسرحية أنا أقولها ثاني مسرحية بالنسبة لي لأن أملت مسرحية يوم تحت التجربة هي كانت بداية على المسرح مع أمر خليفة أخلي فوق الله يذكرها بالخير كمخرج أقوب تشري اشتغلنا أعتقد الأبريق المكسور هي بعد جحة أوكي مباشرة بعد جحة تقريبا اشتغلناها طبعا مبتدئة فنانة مبتدئة بس عندها أي بس أصلا متخرع يعني النمش لو قف ولعب السمراء لعب السليني وبينيش ما حسسونا في الوضع يا حالي ليش أقول لش كانت ناس تحطي أكثر متاخر نفسيتهم النفسية يعني حتى وقفتهم على المسرح بكل احترام بكل تقدير فهمت علي؟ هذا كان يعطيتش لون فوق لون لون فوق لون فأنت حتى لو تخافين يعني مش تخافين منهم يعني جسمة إيهابهم شوية لأن هذولا ما شاء الله يعني زبارة الرحمن أنزين فلما تلقين واحد يقولش لا تخافين أوكفوا دي الشي أنزين وبرضو في سبب أساسي كانت أمي وأبوي اللي رحمك منه شجييني يعني عرفت شلون بس طبعا الخدمة الأساسية كانت من فنانيننا الكبر إنما ما يعطوش أن أنت والله لا تخافين منهم أو ما تعطين فاهمة يسمحوا لك المجال بس توقفين تقولين أنا رحش شو رح أقدم جدام خادي نفيسي وغانم أنا قاعد أقوليش كبروفات كبروفات وعملنا بروفات وقعدنا كان يشجعوننا يعني كان يقول مثلا ضيفي هذه بابا هذه حطيها أنا زين لا تخافين على المسرح وأنتي طالعة شوفي النصايح فقالي يشجعونيش أن أنت تصيرين بنفس المستوى مالهم ما تخافين منهم على خشبة مع أن الجمهور يخرى أكثر من عندهم طبعا لأن خشبة مسرح إذا ما لا احترامها وجمهورك ما لا احترامها إذا انتهى الموضوع خلصنا يعني أنت أوكي اللي حواليش في يعني واحد من الميا أنت انت ها شون هذولا بدشين معاهم شون فهمت علي؟ لكن اللي ورا الخشبة اللي هما جدام الخشبة الجمهور نحن كان الرعب أكثر فكنا نتحمس أنه إحنا لا هذول اللي احنا خايفين مو اللي يواكفين يمنا لأن هذول اللي يواكفين معانا بالعيس قاعد يعطونا إحنا نفس المستوى لكن اللي خرع كان أساسا ويخوف الجمهور هو اللي خليت شنو على حصابك لأنه هو أساسي يا يقيمك يا يرفعك فوق يا يطيحك فهمت علي؟ فالمسرحية طبعا بالنسبة لي واقفة مع الأساتذة منهم الله يرحمه ومنهم اللي عايش كنت حيث نفسي بنتهم بنتهم عارف شون البنية الصغيرة هم محتضنينك أيها هو في احتضان أنت ولمياء كانتوا ياكم أي الاحتواء والاحتضان كان موجود منهم فلما دشين كانش داشا بيتك المسرح كان داشا بيتك هذا أخوك هذا أبوك فهم علي ما كان يعطونك إنه لا والله أنا فلان ما كان يرعبونك بالشغلة نهائيا فكان يساعدونك وينصحونك وبالأكس يعطونك إنه أنت تتشجعين عشان الجمور عندك مشهد في ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر